لو كانوا لديهم حضور في شارع العراقي وفي محافظة اديالة لكانوا ما اشتروا أصوات الفقراء والمساكين اللي يجوعون الأهالي في اديالة ويضغطون عليهم وخاصة المكون السني طبعا المكون السني اليوم أكثر الأحزاب والمسؤولين في اديالة يستغلون المناطق اللي صارت عليها مثل ما يقول عمليات من قبل داعش ومن ثم من قبل الأحزاب اللي خارج عن القانون يعني بالقوة تعال انتخب بالقوة أي مرشح من أي حزب ما من حقه يحط أي صورة أو إعلان في هذه المنطقة هذه المنطقة لازمها فلان ومسيطر على مداخلها ومخارجها ومن ثم ما يخلى أحد ينتخب وهم يشرفون على عملية الانتخابات هل هو هذا القانون برأيش أخت الكريمة؟ هل هو هذا القانون المفوضية؟ ليش اليوم تعلو الأصوات الطائفية قبيل الانتخابات؟ نعم هذه تعلو اليوم الأصوات من أجل تحقيق المكاسب من أجل الجميع كل شخصية من هذه الأحزاب المرشحة يا هل يجي يقول آني القائد؟ يا هل يجي يقول آني الوطني؟ يا هل يجي يقول آني اللي أريد أبني؟ هذا طائفي، هذه طائفية ليش إحنا بكل العراق أخت الكريمة؟ أنا مو بس أحشيلش في محافظة ديالة أنا زرت كل المحافظات العراقية من الجنوب إلى الشمال والله هذا المرض الطائفي أبداً ما موجود نلتقي إحنا بفصول ونلتقي بقعدات قضايا أخرى ماكو هذا المرض أصلاً من المرشحة يقولون عيب أنه إحنا نحكيه ولكن إلا الأحزاب السياسية إلا السياسين يستغلون هذه الوضعية وخاصة في هذا الموقف الانتخابات من أجل يظللون الرأي العام من أجل يظللون المواطن أنه إحنا سنة وإحنا شيعة هذا الحج ما مقبول إحنا عراقيين تجمعنا العراقية والوطنية أخت الكريمة أنه دمى شخص يتكلم الحقيقة أعلمي أنا أريد أقولها من خلال قناتكم أنه دمى شخص يتكلم الحقيقة في هذه المحافظة وفي العراق يتهمونه أنه غير وطني يتهمونه أنه مندس ومتخابر وبعثي وداعش وإلى آخره علما أنه إحنا قاتلنا للإرهاب علما أنه إحنا ما لحقنا بحزب البعث وغير من الأحزاب السياسية ولا نتشرف ندخل بحزب ما لا سابقا ولا حاضرة هذه المعلومة يعني هل أنه إحنا غير وطنيين وأنتم كل حزب في العراق تابع لدولة معينة وتدعم دولة معينة جزء من الأحزاب السياسية الموجودة بالعراق الجزء الأكبر اللي هو منت من العراق ليش ما تحاسبون ذوله ليش ما تقولون يا با هذا شون أنه دولة دا تدعم ليش دا تدعم شون السبب ما هو عراقي هو إذا عنده حظوظ بالعراق يجب أن يعمل من أجل العراق يجب أن يشوف هاي الناس الفقرة الناس شو تريد أختي الكريمة الناس تريد تعيش بأمان تريد تقدم لها خدمات تريد العيش أدوك عمي أنا شوش تنطيني أنعم الله يعني حتى هذه الوجبة الغذائية اللي دا تسلمها الحكومة الناس راضية بيها ودا تشتغل اللي يشتغل عمالها أختي الكريمة على مو دا تصير عندك فكرة إليش والكل مستمعين الكرام أنه كل المحاصصات هذا البلاء اللي يبتلينا بيه بكل محافظات العراق هذه المحاصصات اللي كل المهنين والشرفاء ونزيهين من العراقيين سواء كانوا كادر هندسي أو سواء كانوا قانوني أو حقوقها أو إلى آخرين هذا ما يتعين هاي يعني فرصة مثل اللعبة هاي تجيه هو وحظة هذا اللي يكون تحت حزب معين وأنا شفت أختي الكريمة من خلال من خلال تجربتي ولقاءاتي ماكو واحد هاي تشمهني وخلوق طيب شيخ صباح أنت يعني هزا بكرة أنت طيب شيخ صباح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر